السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناعات رواعي الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين كل عام أنتوا بخير وصلنا لآخر رمضان إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية بنا نعمل كعك للطحين كعك إن شاء الله ناجح مية بالمية خلينا نبلش المقادير وطرقت التحضير أول إشي جبت كيلو من لطحين متعدد الاستخدامات نخلته وحطيت عليه معلقة محلب مطحون إذا ما بدك تحطي محلب برضو بصير يعني هذا برجع لإلك جبت نص كيلو من السمنة أي نوع سمنة عندك بس يكون طعمها زاكي ومضاقها منيح بالأكل أي نوع سمنة ما رح أقيدك بأي نوع سمنة حطيت بس عليها أنا معلقتين سمن بلدي يعني قمت من المقدار معلقتين وحطيت سمن بلدي بيعطيها طعم زاكي مش عندك برضو بصير قلنا كيلو طحين بده نص كيلو سمنة بدك بالكسات تقريبا ست كسات طحين بدهم كستين من السمنة من نفس معيار الكاسة إذا فيش عندك ميزان يعني بنبسهم كتير منيح مع بعض لحد ديت ما نفوت السمنة بالطحين منيح منيح في هاي المرحلة برضو حطيت درة ملح ما تنسوها لأنه الملح لازم مع الأكل حلو تقريبا نص معلقة صغيرة بظلني أبس فيهم لحد ديت ما يصيروا معي زي الغريبة يعني كتير كتير بظلني أعجن فيهم في هاي المرحلة عادي أعجن فيهم زي ما بدك لأنه ما في مي نظلنا نعجن فيهم لحد ديت ما يصير معنا القوام كريمي إذا بتعرفوا كيف الغريبة بتصير نفس الغريبة بتصير معنا العجينة كريمية زي ما أنتوا شايفين نظلنا نعجن زي ما حكيت لكم بهاي المرحلة عادي العجن يعني ما تخافي مش رحيي بس معاك خلينا نكمل العجن وأرجع لكم شايفين هيك يعني بدها تقريبا خمس دقايق وأنت بدك تضلك تبس فيهم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شو بدي أحكي لكم هاي الوصفة بعملها تقريبا كل رمضان ومين مداجها عندي كتير بكيف عليها وبطلب الوصفة تباعتها فهي طريقة سهلة وبسيطة وما بدها إشي يعني كمان حتى تكلفة ما بدها شايفين كيف صار ملمسها ما أحلى نفس الغريبة زي ما بحكي لكم هاي الغريبة أصلاً طحين وسمن بس نظرنا نعمل فيها لحديث ما يصير معنى القوان زي حيك بعد يعني بحطها ببولا بغطيها وبحطها بالتلاجة بعد ما طلعتها من التلاجة بدي أجيب الخلطة اللي بدنا نحطها على العجين طبعاً جبتك كوب من السكر ممكن كوب إلا ربع زي ما بتحبيه أما المي كوب والمي لازم تكون باردة من التلاجة إذا ما عندك باردة حطي كوب مي مع تلجتين أو تلاتة اللي تبرد لازم تكون باردة العجينة هاي لازم تكون باردة إن كان العجينة ولا الخليط اللي بدنا نعمله ولازم يكون المكان كله المحاط فينا يكون بارد إذا ما بالمطبخ عندك حامي لا اطلعي بره بالصالون أو بغرفة يكون فيها مكيف لازم أنت بتشتغلي يكون المكان بارد جبت السكر والمي بس زي ما انتو شايفين ما حطيت غير هيك ممكن تحطي بدل المي نص ماء زهر ونص مية يعني بصير انك تعجنيها بماء زهر وممكن كل الكوب يكون ماء زهر برضو يعني مش غلط بطلع طعامه كتير زاكي شايفين جمدت في التلاجة فبدي ارجع اعجنها مرة تعنيها جسيت كتير فعادي يعني رح اطلعها من الصحن وارجع اظن اضعك فيها لحد ديت ما ارجعها طرية زي اول بس انها تكون باردة ما تسخن معي هم تعرفوا سخونة الايد يعني ممكن انها تدوبها بس احنا بلناياها تكون باردة بعد ما افتتها واخليها خلص هيك منيح بجيب الخليط اللي هو المي والسكر بنخلطه منيح وبنديره لو ضل شوية من السكر يعني حبيبات عادي ما فيه اي مشكلة مع الخليط بدوبه اول ما بتديري بتحسي انه المي كتير بس لا هسا اللطحين رح يشرب كل المي والسكر اللي احنا حطيناها في هاي المرحلة ما فيه عجن نهائيا ما فيه عجن بس بدنا نفوت الخليط بالطحين والسمنة ازا لقينا اي نطفة الطحين متكتلة بندعكها عشان افوت فيها المي شايفين بتحسوا انه المي كتيره بس لا هسا ما نخلص الخليط رح تحسوها انه على القد في هاي المرحلة بنعمل عملية الردم شايفين بناخد من فوق لتحت بس عجن ما بدنا يعني ما بدي اياها يسرلها شرش زي عجينة المعجنات او لا بدي اياها تضلها متماسكة بس من دون شرش يعني شرش هذا اللي بمط يعني لما نمسك عجنة المعجنات ما بتقطع معنا لا احنا بدنا عجنة الكعك هاي تقطع يعني نمسكها تقطع دغري ما تمط معنا هسا بفرجيكم كيف يعني ما بدي فيها يكون شرش شايفين بس تقلب تقلب وشوي شوي زي ما انتو شايفين ما حبيت اقطع لكم من الفيديو اي اشي عشان ان شاء الله تستفيدوا طبعا انا بكون مجهزة الحشوات حشوة التمر حطيت عليها معلقة سمنة ومعلقة بهار كعك او هيل اللي بتحبي بتحبي تحبي تحط هيل ما تحط بهار كعك بديك تحط بهار كعك ما تحط هيل وبنعجنها بس بالسمنة وبالبهار عين الجمال حطيت له معلقة سمنة ومعلقة سكر ونتفد قرفة الفستق زي بدك تعمل الفستق برضو بتحطي له معلقتين سكر مع معلقة قطر مع معلقة سمنة بس ما بتحطي قرفة وبتكون الطحنة بالمطحنة خشن شوي يعني بين الخشن والناعم عشان تعرف تعجني ولازم تعملي معجون زي هيك عشان يمسك معنا بنفس الكعكة ما يفرفت لما يجي ناكل شايفين هي هيك كل المي شايفين كيف تشربت الطحين تشربوا معلش بعمل بأيدي لاني والله انا ما بعرف اعمل بالكفوف بس ايدي دايما الحمد لله مغسولين وانضاف يعني بعدين انا يعني احنا اللي بدنا ناكله في البيت يعني ولادي واحنا فيعني ما بحب اعمل بكفوف ساعات بتلاقوني البست ساعات لاني ما برتاح فيهم فهذا برجع يعني حرية شخصية شايفين هاي العجين هيك خلصت فارجيكم كيف انه ما بديها اطمط شايفين دا سمتها بأريحية ما اعطتني المطة اللي تبعتي العجين فهدي اسمها انه عشان ما بدنا اياها تكون الهاشرش وهيك خلصنا بحطها شوي في التلاجة تعاود تبردلها نتفى وبعدين بنبلش بانه نعمل فيها برجيكم مرة تانية كيف ما بتلزق باليد وما الها شرش فبدنا نبلش زي ما انتو شايفين في عندي هذا القالب وفي عندي هذا القالب بدنا نبلش نسوي ان شاء الله الكعك طبعا احنا زي ما شايفين حطينا العجينة وحطينا فيها التمر جبت كفة من كفوف اللي بنلبسهم في ايدنا وحطيته على القالب هذا عشان ما يلزق فكتير سهل وبسيط زي ما انتو شايفين وعشان احنا ما حطينا زي ما لحظته لا بكن بودر ولا خميرة ولا اي اشي فبتضل الرسمة معانا ان شاء الله مظبوطة هذا عملته الجوز عملته زي شكل ورقة شجر وهذاك عملت التمر فيه وممكن تعمل التمر برضو بالنقش انا بحب النقش الصراحة اكتر من الجوالب وهيك خلصنا طبعا انا مسخنا الفرن قبل بعشر دقايق وبدنا نبلش ان شاء الله نعمل بالفرن هيك خلصنا كل الكمية وبيدي اخبزها بحط الشبك بالنص وبنبلش نخبز على درجة حرارة 180 لازم يكون مشغل قبل بعشر دقايق وهيك خلصنا وبدنا نخبزه اول اشي بنحمر الوجه بعدين بنزله تحت عشان ياخد الاستوى الكامل بحمر من فوق عشان الرسمة الضل موجودة بعدين بحطه من تحت يستوي طبعا ما بياخد عشر دقايق ربع ساعة بكتيره وهيك خلصنا شايفين ما شو الله الحشوة ما بدنا العجينة تكون كتيرة بدنا الحشوة تكون كتيرة يعني تقريبا لما تيجي تقطع بتقطع الحشوة قد العجينة وبتحطيهم في بعض وهيك خلصنا ان شاء الله وصفة لهذا اليوم تعجبكم جربوها ما رح تندموا كتير زاكية وسهلة وبسيطة ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة